طبعاً كابتن علي نحن اليوم ساعدين بأنك صدفنا ببيتك واليوم حابين نحكي عنك وعن حياتك وأنت كإنسان رياضي حابين نعرف عنك أكثر ونعرف الجمهور عنك أكثر ونعرف أنت لأيش التيمي اللي تنتمي إله إيش أنت التيمي اللي تابع إله وتعرفنا على اسمك كامل وعن الرياضة اللي أنت بتمارسها وإيش اسم الفريق اللي أنت بمه أول شي أهلاً وسهلاً فيكو كابتن ونحن بالعكس متشرف بوجودكو عندنا والله أعطيكو العافية على جهودكو في تسليط الضوء على اللاعبين وعن الرياضيين بشكل عام أنا الكابتن علي السوالمي بطل الأردن والشرق الأوسط للجري على الكراسي المتحركة فئة البوشريم والحمد لله يعني حاصل على العديد من الإنجازات المحلية والعربية والدولية كذلك أنا بنتمي لتيم قابز لشركة قابز للمكملات الغذائية عندي كمان البنك الأردني الكويتي هو كمان أحد الرعاة والمركزية تويوتا ما شاء الله عليك كابتن كابتن تحكينا عن بداياتك القصة كيف أنت بديت فيها بهذه الرياضة وإيش اللي خلاها هاي الرياضة تلفت انتباهك ليش انجذبت لهذه الرياضة بالذات كابتن أنا بلشت تقريبا بجوز بالألفين وثمانية بتقدروا تقول كنت بلعب باسكيت بول كراسي متحركة للنادي النهضة للمعاقين حركيا بس هون نحن في الأردن مو مهتمين بألعاب الأشخاص دولي عاقة ككل فمهتمين بألعاب معينة فقط فكرة السلة يعني كانت هي لعبة جماعية وحلوة وهي تعتبر فاكهة رياضة دولي عاقة إلا أنه أنا في الـ 2011 كانت هي عن طريق صديقي لكابتن بلال أبو منسي بدنا نشارك في ماراثون عمان الدولي كأول مشاركة لإنا وكان هو أول حدث يقام في الأردن ونحن رحنا عشان الأشخاص دولي عاقة يعني بحب أنا أظهر وجودي في المجتمع الناس تشوفني أشوف الناس أتعرف على الناس فراحت هي كمشاركة أولى على الكرسي الطبي ما كان عندنا كراسي ما منعرف عن هاي الكراسي المتطورة أو إشي هيك فيومها كملت العشرة كيلو جبت المركز الأخير صحيح لكن كان عندي عجبتني اللعبة عجبني الحماس تشجيع الجمهور يجي سمو الأمير في راسه ورئيس الجمعية الأردني للماراثونات وقال لي ما شاء الله عليك وانت والكابتن قطعته عشرة كيلو متر يعني وانت على كراسي طبية فاهتموا بحالك في المستقبل ممكن يعني تتحققوا إنجازات تعملوا شيء من هون بلشت هي نقطة البداية للجري نعم كابتن علي زي ما حكينا أنت كنت مشارك بهاي المشاركة الأولى كانت بكرسي غير مؤحد لهاي المنافسة وكان الأمر البداية صعب عليك صحيح كيف كانت البداية بأنك انطلقت واهتميت بهذه الرياضة كيف بشرت يعني في حدا بالأساس دعمك ولا كان اجتهاد شخصي بالبداية في البداية هو زي ما حكيت كان اجتهاد شخصي مني أنه أنا عجبتني اللعبة كلعبة فردية وأنت تعرف الإنسان باللعبة فردية بحاول يتميز أكثر من اللعبة الجماعية فيعني خاطبنا الاتحاد وحصلنا على كرسي متحرك وقديم بعض الشيء لكنه كان يقضي الغرض اللي أنا بدي أسعاله في التطور شوي شوي فبالألفين واثنائش 2013 صرت أحصل على تفرغ حتى أتمرن وتمريني دائما هو في مدينة الحسن الرياضي كونه مؤهل الأشخاص دولي عقف في مضمار خارجي فالكرسي هاض بعد سنة من مشاركتي في ماراثون عمان رجعت على نفس الماراثون شاركت جبت مركز ثاني ما شاء الله في سنة واحدة السنة اللي بعديها يعني 2013 الحمد لله حسمت الموضوع أنه صرت أجيب أول واحد وعشرين أول عشرة في عمان كانت هنا مشاركات بعدها داخلية ما خرجت خارج البلاد نعم وفيما بعد اجتهدنا نحن ودخلنا خاطبنا البنك الأردن الكويتي وساعدوني في شراء كرسي واشتريت كرسي يعني حديث نوعا ما واشتطعت أني أشارك فيه في ماراثون بيروت في ماراثون جدة في ماراثون دبي واستطعت أني أجيب إنجازات في خلال يعني تقدر دول أربع سنوات ما شاء الله تبارك الله فهو الحب الحماس الوازع إظهار قدراتك إثبات وجود أنا كنت يعني دائما أنه أنا لازم أكون موجود لازم أصنع شيء لازم أظهر قدرات الرياضة متعددة وليزة رياضات معينة لأشخاص دولي طبعا أول شيء أنا إحنا كنا فخرين فيك كالشعب أردني والجمهور الأردني اللي بتابع الفئة بهاي برياضتك وكاتيم كابز كنا فخرين فيك كابدن علي وعلى إنجازاتك الفخمة اللي قاعد بتنجزها وبتأديها نتيجة لشغفك وحبك لهاي الشغلة خلينا نحكي إنه بتحس إنه ثقافة هاي الرياضة عنا خصوصا لذوي الإحتياجات الخاصة إنه ثقافتها بالأردن كشعب كف 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 متقبل يعني ممكن أنت بتكون بالخارج بتمرين والناس بتشوفك بتتمرن شو رأي الشعب أنت بتتمرن مثلا يعني إلا ما يكون لكم تمرين بالخارج صحيح يعني بره النادي وأغلب تمارينكو بتكون خرج على المضمار الخارجي على المضمار الخارجي صادفك مواقف وأنت بتتمرن يعني الناس مش متفاهمين وشو اللي قاعد أنت بتعمله والله هو بدك صحيح لغاية الآن إحنا نفتقد لثقافة التعامل مع الأشخاص دولي عاقة فلازم يكون فيه هناك كورش عمل لتطوير هذا الإشي أو حتى عبر التلفزيون يعني أنهم يبثوا كيف تتعامل مع الأشخاص دولي عاقة لأن هناك يعني كثير أمور جارحة وسلبية كنا نواجهها أثناء التمرين يعني بدي أحكي لك كم من نهفه كانت تصير معي مثلا الآن أنا بتمرن أعطى طبيقات ذكية مثل استرافا ومتل ريلي هدولة يعني هو بيجيسلك كم تقطع كم كيلو برسم لك الطريق برسم لك الطريق كم الزمن كم تعملت اليوم ويخزن بسيف أنه أنت عم تتطور كيف وضعك كيف فصرت أنا أتمرن داخل المدينة في البداية لكن أنت بتمل كون التمرين محدود يعني فكنت أعمل خمسة كيلو متر داخل المدينة بعدين أخرج في الشارع العام حتى أكمل المسافة اللي بديها لأنه أنا دائما 21 كيلو أعمل أو أكتر من 21 بحاول دائما أحافظ على الرتم هاد كونه أغلب مشاركات هالف ماراثون نعم فكان كثير يواجهني يعني ناس يطلعوا علي أنه هاد شو قاعد بعمل اللي أحيانا بمد عليك دينار يعني مثلا اللي بقول لك الله يشافيك اللي بحكي لك ليش أنت وين رايح بتحب وصلك اللي بحب بقول لك تعالى دزك فإيش دائما أنت بتحاول توضح لهم شو اللي قاعد تعمل ومع أنه أنت يعني لابس اللباس رياضي محترم نفسك بتأكز دائما صورة إيجابية الناس عندنا هون دائما بنظروا للشخص دولي عقل إنه إنسان مسكين دائما إنه محتاج دائما إنه هذا إنسان مش فاعل بالمجتمع ماذا دائما تنظروا لهذا الشخص بهذه النظر لماذا لا ننظر بنظرة إيجابية صحيح نشجعه نحفزه نعمله صحيح فنحنا هون تحس دائما أنا بحكي مجتمع معيق يعني هو لسه لحد الآن مش متقبل هاي الثقافة إنه يشوف ذويه الاحتجاجات الخاصة قاعدين بمارسوا هيك رياضة وهم عنصر فعال في المجتمع وتمنى إن شاء الله إنه الجميع يتقف أكثر عن الناس اللي عندهم إعاقة حركية سواء أي كانت الإعاقة إنه يحاول يعرف أكثر عن هاي الرياضة يعرف شو هم يبئدهم يعرف أنهم عنصر فعال في المجتمع وفي عندنا كابتن إنجازات عن المستوى الأولومبي يعني في زملائنا بلعبوا حديد تتعرف جابوا ميداليات لأردن دائماً نحن نحاول نعكس زي ما حكيت لك النظر الإيجابية نحن أشخاص فاعلين بالمجتمع قادرين نحقق أي إنجاز إذا ما توفرنا الدعم والمساعدة يعني أنت قادر تشتغل قادر تتزواج قادر تمارس الرياضة اللي بتحبها عندك مواهب فأنا إنسان طبيعي مثلي مثلك أنا إنسان موجود وإلي مكاني وقادر أعمل زي أي إنسان موجود أتمنى إن شاء الله أن الثقافة هاي تنتشر نحن اليوم حبينا نسلط الضوء عليه كابتن لأن نوصل للناس أنه أنه الكابتن علي سوالما هو اللي صار معاه وعاقته ما خلته يوقف في حياته بالعكس أنجز وكشعب أردني لازم نعرف أن الكابتن علي سوالما جاب إنجازات على مستوى العالم ورفع العالم الأردني بمنصات ومحافلة كثيرة ولازم الكل يعرف عن هذا الأشي وكل توفيقي لك بالأيام الجاية وصدقا إنجازاتك يعني فخمة زيق يعني وتحترم عليها طيب كابتن اللي حب أسأله أنا أنت من تيم كابز فريق كابز كيف انضمت لها فريق كابز وكيف كانت الصدفة اللي دخلتك بتيم كابز أنا كنت بالبداية مع البنك الأردن الكويتي وهم أحد الرعائلي من فترة طويلة يعني يعني كل التقدير وجهدهم مباركة لأنهم اللي خلوني أبرز على الساحة الأردنية والعربية فعن طريق الأستاذ هيثم البطيخي هو الحال اللي أن المدير التنفيذي للبنك الأردن الكويتي توجهنا لشركة قابز قال لي إذا بتحتاج أي مكملات بتساعدك بتطور سرعاتك هيك في متواجد في شركة قابز الأستاذ عوني الكباريتي وستنور وفعلا أنا فورا استقبلوني استقبال حافل يعني مش ضي الأشخاص اللي نحن دايما مروا عنهم أو بستاءوا منا فكان قبولهم لإلي بشغف متحمسين كونه أنا من ذو الإعاقة وعندي إنجازات فالحمد لله يعني هاي من باب دخلنا بعدين بلشت الأمور تتطور وأصبحهم يعني شو بتحتاج إحنا مستعدين شو ممكن نعملك شو ممكن نفيدك والحمد لله يعني خلال الفترة الماضية أنا باستخدم مكملات غذائية هي عم تفيدني في تطور سرعاتي وكسرت أرقامي القياسية كثير في الهالف ماراثون يعني سعادة تكايل المكملات الحمد لله أكيد طيب كابتن أكيد في جيل قادم بمارسو نفس الرياضة والفعل اللي أنت فيها أكيد بتعرف حدا من أبطال صغار بالعمر وحابين يوصلوا لعالمية حابين نذكر اسم شخص أو بطل من الجيل القادم أنه هذا أنت شايف يوم الأيام أنه رح يحصل بطولي أو لقب عالمي تالأردن وبحاجة لدعمه وهذا الشخص نذكر اسم شخص أنت حاسه موهبة ورح يصل بهاي الرياضة هو في عندي تقدر تقول هو عمره لغاية الآن 16 سنة ما شاء الله وإحنا يعني مكتشفين هو حاليا بلعب باسكت لكن أنه يتوجه للعبة فردية ممكن يستفيد والولد الصغير اسمه عبد الرحمن خلوف وتمرن معي أكثر من تمرين لكن هو حاليا بده تعرف يتمرن معي على الكرسي اللي أنا كنت أستخدمه السابق عن القديم يعني بحاجة لدعم بحاجة لدعم لحتى يقدر يتطور نحن اللجنة البارلنبية مو مهتمة بأغلب الألعاب اللي بتخص دول العاقة فنحن دائما اجتهادات شخصية ودعم من شركات ومؤسسات فهذا الولد له مستقبل وانا بشجعه يعني بحفزه وشارك معنا في سباق البحر الميت وجاب زمن يعني و له مستقبل الولد بس بده يلتزم معي بالتمرين فهو شوي وضعه عشانه بعده صغير تحت بحاجة لدعم بحاجة لدعم وبحاجة لحتى يعطوه أهله الثقة انه يصير يروح وييجي وهيك فكنت أنا أجيبه عبد الرحمن عبد الرحمن فهو كنت أجيبه أنا معي ووديه واتمرن أنا وياب مدينة الحسن وان شاء الله أنا بشجعه دائما انه يشارك وإلوه مستقبل الولد منيه ان شاء الله انه يكون في حدا يسمعنا ويتبنى هذا البطل اللي هو عبد الرحمن ونحاول نساعده انه يصل للعالمية وكونك كابتن عندك خبرة بهذه الرياضة والفئة اللي انت فيها أكيد متأمل فيه خير وشايف فيه بطل يوم من الأيام رح يكون أتمنى الجميع انه يسمعنا ويوجه الدعم لهذا البطل القادم لأنه رح يمثل الأردن ورح يمثل بلدنا بمحافل عالمية إن شاء الله ونتمنى نشوفه إن شاء الله بالأيام القريبة على منصات التتويج والشركات تكون دعميته بشكل كافي يا رب كابتن علي اللي حاب أعرفه منك وخلي الجمهور دي سمعه ونوصله للجمهور بشكل مباشر هل ذويه الاحتياجات الخاصة اللي يمارسوا الرياضات عندنا كافة هل بتحس إنه فيه أليت دعم موجهة من الشركات كافية أو الأليت الدعم بحاجة إنها لتسليط أكثر لذويه الاحتياجات الخاصة بحاجة إنهم دعم نوجهه بشكل مباشر هو للأسف كابتن يعني للأشخاص اللي من دولة عقم ممكن خمسة أو سبعة اللي بتلقوا دعم من بعض الشركات أما هم معتمدين الأغلب مثل المنتخب الحديد معتمدين على اللجنة البارلنبية الأردنية لأنه هي بتوفر لهم كل شيء التمارين المدرب لهذا أما الأشخاص اللي أنا بحكي لك عنهم بحاجة اللي دعم هذول اجتهادات شخصية يعني هو بتمرن لوحده مثل ما بتمرن أنا بتمرن عن نفقة الخاصة واجتهاد شخصية ولكن أنا مثلا وجدت البنك الأردني الكويتي تيم قابز شركة قابز المركزية وتساعدوني في كرسي اتوجهت لبعض الشركات هم متوجهوا لكن لغاية الآن ما في قبول بدهم تعرف لازم يكون واحد عامل سيفي حتى تتقبلوا هاي الشركات فالعدد بسيط جدا اللي بتلقوا دعم من الشركات مع أنه هذول ممكن إذا تلقوا دعم مضبوط يحققوا إنجازات في أكتر من لعبة يعني في عندنا مثلا ممكن يمارسوا الريش الطائرة للكرسي المتحرك بس لما تيجي لعند الكرسي المتحرك مش موجود الكرسي المتحرك تغالي دايما المعدات ورياضة مكلفة المعدات اللي بتخص الأشخاص دولي عالية التكاليف يعني الكرسي اللي بحيلك عنه البشري من البشارك عليه حقه خمسة آلاف دولار يعني مكلف بدك تشتري لك كم من كرسي بدك مبلغ فهذا دايما احنا بنواجه في أي لعبة في لها كرسي خاص لهذه اللعبة يعني التنسي الأرضي لهم كرسي خاص الريشي لهم كرسي الكرة السلي لهم كرسي فتعرف الشركات العالمية بهم تصنع وتطور يعني هذا كل شيء كمان كل سنة مثل السيارات كل سنة بتطور الكرسي فبدك تظل مواكب التطورات بدك شركة كبيرة تدفع لها حتى يصل لهذا البطل الإنجازات اللي هو بطمحلها يا رب نتمنى إن شاء الله الشركات هاي تهتم اللي موجودة هنا بالورجن تهتم بالرياضيين اللي من فئة ذوي الاحتياجات إنه نوجه الدعم كله لهم ونسلط الضوء عليهم أكثر ونحاول ننشر ثقافة الرياضة اللي هم بمارسلوها صحيح صحيح طبعا كابتن علي أنا سعد جدا باللقائك اليوم والمعلومات اللي حكيتها بالنسبة لها هاي الرياضة معلومات قيمة جدا حبينا نسمع منك نصيحة لأي شخص حابب يتجه للرياضة اللي هو بعاني من هاي المشاكل اللي هي سواء عاقة حركية بأي نصيحة منك إلهم إنه كيف يبدأوا طريقهم بهاي الرياضة شو طريق الصحيح اللي اللي لازم يسلكوه عشان يوصلوا ويصلوا لعنجزات بهاي الرياضة هو كابتن كمان في ملاحظة إنه دائما نحنا الأشخاص أو المدربين لأي لعبة من الأشخاص الدولي عاقة قليلين جدا أو ندرة نعم فليش نحنا دائما ما نستغل هذول الأشخاص اللي بمارسوا هاي الألعاب يكونوا مدربين نعم يكتشفوا عشان المصنع جيد لحتى أيوة بيسرع العملية اللعبة فدايما نحنا نحن نحكي للأشخاص الدولي عاقب في كل مكان وزمان وزملائي وأي حدا أنه أنت قادر تثبت نفسك اليوم في المجتمع قادر تدبج نفسك في المجتمع بس أنت ما تظلك محبط أو تسمع من هاد من هاد أنت اسعى أنت خط هدف قدامك واسعى لهذا الهدف رح تصل له مش اليوم بكرة مش بكرة بعد بكرة فبدو كابتن بدك نفس طويل وصبر وتضحي آه بدك تتعب مش بيوم وليلي ممكن أنت تصل للهدف اللي بتتأمله فدايما نحنا يعني أشخاص أنا بحكيها فاعلين موجودين بس دايما بنقصنا الدعم والمساعدة لحتى نقدر نوصل لللي بدنا شكرا لك عن نصيحة يعني جد أنه أي حدا بالفئة هاي توجهت له نصيحة فخمة أنه لازم صبر ولازم وشغب من جواته ويحب الموضوع عشان يقدر يكمل فيه وصل فيه صحيح كابتن يعني في تسلقي لقمة كلمنجاره مع الكابتن مصطفى ماشا أنت تشوف قديش الواحد لازم صبر نحن خمس أيام لحتى وصلنا للقمة فكل يوم كنا تقريبا خمسمائة متر أو ستمائة متر لحتى نصعد عشان تعرف كل ما ارتفعت بقل نسبة الأكسجين طبعا بس عشان أنا رياضي وكنت مستمر بالتمارين كان الرئتين عندي الحمد لله عشان كمان ما بدخن وهيك مرتاح فكنت أصعد كل يوم وودي أكمل أكتر ففيه كمان لازم يكون فيه شغف وحماس عند الشخص لحتى يصل للي بده إياه دافع من الداخل عشان يقدر يوصل وحقق هدفه صحيح طبعا كابتن شكرا لك عن النصائح وعالمعلومات اللي الكل رح يستفيد منها والكل رح يعرف أكثر عن هاي الرياضة وعن الأشخاص اللي بمارسوا هاي الرياضة شكرا لك اليوم على الاستضافة الرائعة جدا وبتمنى إن شاء الله لأيام الجاية نشوفك بانجزات أعلى وكوننا إلى اللقاء خريب إن شاء الله أعطيك العافية وشكرا لأيلك كابتن وحشو صحيح شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك